عندي جدولين زي دول الجدول الاول فيه اربع كولوم والتاني فيه ستة كولوم عايز استخدم باور كويري عشان اعمل لهم ابند مفيش مشكلة لغاية دلوقتي ولكن بعد ما خلص الكويري بتاعتي حييري تابل جديد فيه خمسة كولوم وفيه كولوم جديد خالص مش موجود في التو تابل زي لقبل كده وعايز الكويري تعمل لها ابند برضو مع الاثنين تابل دول ولكن بشكل اوتوماتيك عشان اعمل كده حطر استخدم بعض الام كود فانشنز وتعالى نشوف ممكن نعمل كده ازاي السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في الفيديو الرابع من سلسلة باور كويري المتقدمة زي ما شفنا عندي اكسيل ووركبوك فيه تلاتة شيتز شيت 1 فيها جدول 1 2 3 4 كولومز product category date وcount شيت 2 فيها جدول تاني بس فيه ستة كولوم عندي اتنين كولوم زيادة status و region شيت 3 فيها جدول 3 1 2 3 4 كولوم عايز اعمل لهم ابند باستخدام الباور كويري وبعد كده حنضف لهم جداول تانية فيها اعمدة جديدة ونشوف الباور كويري ممكن تتعامل معها ازاي كالعادة حبدأ من اكسيل ووركبوك جديد خالص هروح على data get data from file from excel ووركبوك هاختار الفايل بتاعي هاقول له import هيفتح لي النافيجيتر واحد اتنين ثلاثة دول تاتا شيتس هراك شفتهم قبل كده ممكن اعمل لهم preview اختار اي واحدة فيهم هيظهر ال preview هنا ولكن انا هاختار اسم الفايل نفسه عشان محتاج التاتا شيتس كلهم مع بعض هاقوله transform data هيفتح لي power query editor على يمين حلاقي اسم الكويري جاي من اسم الفايل ممكن اختصره شوية مفيش مشكلة وادوس enter وبعد كده ابوص في ال preview في النص حلاقي عندي table ال table ده هو البيانات المتعلقة بكل ال object اللي موجودة جوه ال excel ووركبوك ده حلاقي عندي sheet 1 sheet 2 sheet 3 ال data نفسها موجودة في الكلام اللي اسمه data لو اخترت اي table من دول بس في حيط الفاضي اللي على يمين حلاقي تحت ال preview بتاعه اول خطوة اول transformation عايز اعمله عايز اعمل promotion للهيدر ده ممكن اعمله عن طريق ان انا استخدم function زي table.promote headers او من داخل excel.workbook نفسها طبعا احنا عارفين excel.workbook دي ال function اللي بيستخدمها ال power query عشان يجيب معلومات من داخل excel workbook اخر جوه نفس ال function دي فيه argument ال argument قبل الاخير لو استخدمته خليته true promote header بشكل تلقائي عشان كده ممكن اكسباند واضي excel.currentworkbook واضي بص حتى screen assistance بيقول لك ايه بيقول لك اول argument workbook as binary تاني argument use headers as any يبقى انا عايز استخدم تاني argument ايه دي ال argument الاولاني function تاني اسمها file.content تنتهي هنا. وبعد كده ادي ايه النل. لو قلت نل يعني متستخدم الهيدرز لو قلت له true معناها استخدم الهيدرز نل اخليها true وممكن استخدم علامة الصح اللي هنا. تعال بقى نعمل preview مرة تانية هتلاقي فيه فعلا promote headers وكلام ده حصل بالنسبة للثلاث جداول مع بعض يبقى انا في الحالة دي ممكن اعمل expand هقف هنا واقل له right click لو سمحت remove other column مش محتاج خالص غير الكلام اللي فيه الديتا هستخدم الزهار بتاع ال expand اللي موجود فوق اليمين هنا في الهيدر بتاع الكلام اول ما هدوس عليه هيفتح للديرج بوكس بتاع expand column ما تنسا تشيل use original column name as prefix وتعالى نشوف الكلام الموجودة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى جاب كل الكلام اللي موجودة في التلاتة sheets اقدر اختار الكلام اللي انا عايزه في الحالة بتاعيتنا انا محتاج كل الكلام عشان كده هدوس على اوكي و ادي الديتا بتاعيتنا مفروضة طبعا لم هلاقي بعض ال values null معنى كده الديتا دي ما كانتش موجودة بالنسبة للروز دي يعني الرو بتاع product 2 لما كان category c والdate كزا والcount كزا الستيتس ما كانتش معروف في افتكر معايا ان status والregion دول كانوا موجودين في جدوى الواحد بس وفي الجداول التانية ما كانوش موجودين عشان كده استعاد عنها بالنل اللي هلاك شايفها ولكن عملية الابند حصلة بشكل هايل جدا تعال نروح على close and load close and load 2 هاختار existing work sheet وممكن اختار top corner مافيش مشكلة واقول له اوكي اعمال لي table في الديتا بتاعتك مافيش مشكلة والكويري اسمها different columns وزي ما انت شايف 41 rows loaded تعال نشوف بعد كده لما هنضيف جداول تانية فيها اعمدة مختلفة ايه اللي هيحصل في الكويري بتاعنا دلوقتي جات لي مجموعة بيانات جديدة نفس structure تقريبا مع اختلاف بسيط قوي ادي اسم ال product ادي ال category وال date وال count بس فيه column جديد اسمه quantity طب لو خدت table زي ده ورجعت اضافته على مجموعة البيانات او table اللي عندي في ال excel workbook التاني ايه اللي ممكن يحصل تعال نجرب كده right click move or copy create copy تعال نختار ال excel workbook بتاعنا ونقول له move to end وكده بقى عندي ادي اربعة اربعة شيتس واحد اثنين تلاتة اربعة والرابع زي ما انت شايف فيه معلومة اضافية جديدة column جديد خالص ما كانش موجود قبل كده هنعمل save و هنقفل الفايل ده وتعال نرجع الكويري بتاعتنا و ادي الكويري اللي انا كنا عملينها ال table اهو لو افدت في اي حتة right click وانا لو سمحت اعمل refresh تعال نشوف ايه اللي هيحصل هنا كان واحد واربعين رو بقى او ستة وخمسين رو معنى كده فيه خمساشين لين اضافوا وانزل تحت هتلاقي ديتة جديدة اللي احنا عملناها ولكن بص كده ال column الجديد ما تزاوتش لسه واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة ال column بتاع الكوانتتي مازاتش تعال نشوف ايه اللي حصل ونحاول نفهم ليه كده هنفتح الكويري ونرجع من الاول source طبعا ده preview محتاجة تعمله refresh فحقوله refresh preview ادي sheet 1 2 3 4 ادي اربعة شيتس و ادي الديتة بتاعتنا موجودة وال column الجديد موجود مافيش اي مشكلة او حتى بروموتر تنفذت عليه بشكل كويس قوي remove other column الدنيا ماشية تمام ما عنديش مشكلة طب تعالى بقى نروح على ال expand المشكلة في ال expand لما بعمل expand ما بيظهرش معايا طيب تعالى كده نجرب بقى نفتح ال wheel بتاعت ال expand ونحاول نفهم ايه اللي حصل خد بالك هنا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة ال column السبع مش موجود طب جرب كده اقول load more اه زهر whole quantity ومش معمول عليه تشك طبعا الحل في الحالة دي ان انا اعمل هنا تشك واروح اقول له اوكي فحيزيد مفيش مشكلة خالص ولكن معنى كده ان انا كل مرة هيتضاف column جديد لازم اعمل كده بشكل يدوي زي ما حالك شايف كده بالظبط المطلوب في ال exercise ده او في المثال هم نعمل مع بعض ده ان الكلام ده يحصل بشكل تلقائي ومش محتاج اخش اعمل تعديل جوه القويري بنفسي طيب عشان نعمل كده ازاي اول حاجة محتاج دايما يبقى عندي قائمة ديناميكية باسامي ال columns عايز اشوف دايما عندي اسامي ال columns طب اعمل كده ازاي عن طريق function سهلة جدا اسمها table.column name اسم ال function table تعال نرجع تاني على الخطوة بتاعت السورس وراها الخطوة بتاعت remove other column عندي الوقتي ال column ده انا عايز اقول له لو سمحت انا عايز في column جديد تجيب لي listة باسامي كل ال columns اللي موجودة في كل table من دول عشان نعمل كده هقول له add column وهستخدم برضو custom column طبعا انا هنا مش واقف على اخر step فهيسألني عايز ازود خطوة في النص حاوله ما فيش مشكلة اعمل insert واول ما هعمل insert زي ما انت شايف هيديني custom column window وممكن ابدأ اكتب ال function قلنا اسمها table.column name ما فيش مشكلة خالص ادي table.column names خد بالك ساعات بكرر اول كلمة فمحتاج اخد بالي بعد كده هفتح قوس وحاجي اختار ال data ال column الوحيد اللي عندي بتاع ال data واقف القوس مرة تانية وممكن ال column ده اسميه column names وبعد كده ادوس enter وتعال نشوف ايه اللي هيحصل بقى عندي column جديد كل column جوا لستة لو خدت الليستة دي على يمين هتلاقي اسامي ال column اللي موجودة في ال table المقابل لها فادي listة بال column بتاعت اول table وادي listة بال column اللي هما الستة بتوع ال table التاني ال table التالت زي الاول فيه اربعة بس وبعد كده ال table الاخير فيه خمسة ومنضاف عليه quantity طيب هعمل بيهم ايه؟ عايز اعمل لهم expand محتاج ان انا اخلي دول listة واحدة بدل ما كل واحدة كده listة مستقلة عايز اخليهم listة واحدة طب عشان اكسباند محتاج ادلة الديتا هتقولي طب انا محتاجها هقولك ماشي هنرجع نجيبها تاني فحيف الخطوة دي right click وقوله remove other column زي ما عملنا قبل كده برضو insert step انا لسه مش واقف على اخر step وحيف الحتة دي وقوله لو سمحت اعملي expand وانا بعمل expand هقولي expand to new rows اقوله ايوة لو سمحت expand to new rows نفس الكلام insert step بقى عندي listة بكل columns ولكن طبعا فيها ايه تكرار انا مش محتاجها تكون مقرارة محتاجها تكون unique انا عايز listة unique من اسامي الكلام فحروح طبعا على home ومن home هتلاقي حاجة اسمها remove rows هختار منها remove duplicates شغال معي بيقولي كل مرة insert step مفيش مشكلة خالص بقى عندي listة من اسامي الكلام الموجودة وزي ما انت شايف من واحد لحد سبعة يعني عندي سبعة طيب ده الوقتي table زي ما انت شايف ده عبارة عن table انا محتاج احوله واخليه list لاني هارجع استخدام الليستة دي بعد كده فمحتاجها تكون uniform of list فما فيش مشكلة خالص فحروح على transform ومن transform عند الحتة بتاعت any column دي هلاقي حاجة اسمها convert to list هاختارها هيقولي navigation step ايوة يا باشا convert to list مفيش مشكلة خالص خد بالك في المرحلة دي كان عندي هنا خطوة بعد كده بتاعت expand دلتها بشكل تلقائي اول ما حولت القصة دي الى list عمل لها delete بشكل تلقائي وبقى اخر حاجة عندي step اسمها column names وعندي listة زي معاك شايف كده listة بعناوين الاعمدة او بال column names اللي موجودة في ال tables كلها الخطوة بقى الاخيرة ان انا استخدم الليستة دي في عملية expand وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي حالا دلوقتي انا عايستخدم الليستة دي علشان اخد بالك الليستة دي بقت ديناميكية بمعنى ايه لو اضفت اي اعمدة جديدة الليستة دي هتعمل لها update بشكل automatic سواء في ال tables الموجودة او في اي tables هضفها جوه نفس ال workbook ده عايز استخدمها في عملية expand وحنشوف ازاي بس expand ايه انا كان عندي هنا ال table زي هي الخطوة اللي وراها add column وبعد كده remove طيرناها طبعا expand ايه بالزبط يبقى انا قبل ما اعمل عملية expand محتاج استدعي الخطوة دي اللي هي removed other columns دي لان هي دي اللي فيها الليستة عايز اعمل لها expand طبع عايز استدعيها في خطوة جديدة مفيش مشكلة هروح عال formula bar f of x عملي خطوة جديدة امسح الكلام اللي مكتوب فيها وابدى اكتب كده باديك removed بص ادي هي ال steps اللي بدأ بكلمة removed ادي removed other columns هاختارها وحدوس enter فادي الخطوة اللي اسمها custom اداني ادي ايه نفس المنظر بالزبط اللي كان موجود هنا اتكرر معايا في الخطوة الاخيرة هنا طيب تعالى بعد كده ايه اعمل بقى عمية ال expand هستغل برضو الزوارين وما فيش مشكلة خالص هشيل use original column name as prefix نفس الخطوة بالزبط واقول له اوكي طب هتقول ايه احنا استفدنا ايه كده؟ هقول لك حالا تعالى بقى نرجع على formula bar ونشوف ايه اللي حصل عمية ال expand دي تمت ازاي؟ تمت عن طريق function اسمها ايه؟ اسمها table and expand table column طيب اخدت ايه الخطوة دي؟ اول حاجة كنت عايزة table اللي هو اسمه ايه custom one يعني ايه table اسمه custom one custom one دي الخطوة اللي قابليها ينتج عنها table طب من custom one ده كان عايز expand column اسمه ايه؟ عايزة expand column اسمه data يبقى ده الارجومت التاني اللي اخده يبقى اول حاجة اداله اسم table اللي جاي من الخطوة اللي قابليها وكان عنده column اسمه data اعمل له expansion اللي باقي ده كله ما هو الا ايه؟ ما هو الا hard coding لاسامي الcolumns اللي حصلها expansion واسامي الcolumns الجديدة اللي هيحصل فيها expansion كله موجود hard coding ادي هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ادي الستة columns اللي معمولين hard coding زي ما حاجة شايف كده طيب ابدلهم بايه بقى؟ كل ده هعمل له delete وبدل كل القصة دي عايزة اختار له column names عايزة اديله لو سمحت الليستة بتاعت column names لان هو كان محتاج الليست وانا حولتها الليست فممكن ابدأ اكتب كده ايه؟ بص اكتب معايا كده بص ادي هوق column names ظهرت لك هنا ممكن اضبط لك عليها دي الخطوة اللي اسمها column names وبعد كده تعمل عامات الصح خد بالك هاو زود لك الquant ما كانتش موجودة فكده بقت موجودة الquantity ما عندكش مشكلة خالص وتعالى بقى نجرب نقول له لو سمحت close and load close and load على طول لاني كنت عامل load قبل كده وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل اهو الستة وخمسين رو زي ما هم ولكن بقى عندي quantity في مجموعة الديتا الاخيرة والدنيا زي ما حاجة شايف كده طيب تعالى نجرب ونشوف ازا زودنا data اكتر من كده ايه اللي هيحصل انا عندي هنا انا في more tables sheet five فيها معلومة جديدة خالص معلومة value مش موجودة في ولا table من قبل كده right click move or copy create copy وبعد كده لو سمحت وديهو يا different column tables move to end وادوس على اوكي بقى عندي خمسة sheets ممكن اقفل مفيش مشكلة تعالى نوقف هنا بقى المرة دي اهو ادي الفايل اللي في الكويري right click وقلو لو سمحت refresh تعالى كده بص بقى 71 row و ادي column جديد بقى اسمه value و ادي البيانات الجديدة او معاملات جديدة ظهرت معك بشكل تلقائي من غير اي تعديل محتاجين نعمله داخل الكويري نفسها و حتى لو دخلت على اي تابل من دول و زودت فيه columns زيادة الطريقة اللي احنا عملناها دي هتستوعب اي column جديد معك بشكل تلقائي من غير ما تضطر تعمل اي تعديل داخل الكويري نفسها وبكية نكون وصلنا لهذا فيديو النهاردة لو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة واسب لي تعليق وحتاجها لينكات لبعض الفيديوهات المهمة ممكن تاخد فكرة عنها شكرا جدا لوقتك وشرك الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته